قبل أن نعيد المقطع يا حبايب رحطكم رابط قناة بالوصف أريد الكل اللي رح يشترك بيها ونوصلها أكبر عدد من المشتركين طبع هذا قناة تقدم ردات فعل وفضائح من هالكلام ونزلت أكثر من مقطع تفضح بي بي سال علي كل اللي رحطكم القناة بالوصف رحكم لكم واشتركوا بيها ووصلوا هالفين مشترك على الأقل الخبر الأول اللي عدنا عن أنسوا أصالوا فوزهم بجائزة أفضل ثنائي بالسوشيال ميديا فالنسوا أصالوا نزلوا على حسابهم بالإنستجرام شوية ستوريات فرحانين بيها ويعلونوا من خلالها وفوزهم بهذه الجائزة فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات هل يستحقون هذه الجائزة أو لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني فجوان نزل على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري الواحد من المتابعين يسيلش وكتناه يتنزل لغنية جديدة فيرد عليه محمد جواني بعد أربعة أيام ومقطع بالغابة وهذا المقطع رح ينزل لنا اليوم رح اضطوكم هذا الستوريات شوفوها فلوغ بالغابة رح ينزل باتشر ان شاء الله حمين انتظروه كل شي فلوغ حلو طبعا صارت ويوانا شغلات كل شي اضحك صارت ويوانا شغلات خطيرة حمين الخبر الثالث اللي عدنا عن التهجم هو الحرب العالمية اللي صارت مبارحة بيسان اسماعيل وموفلوكز نزلوا هذو المقاطع على قنواتهم فبنسبة الموفلوكز رغم انه وخيف الكلام البل انجليزي واسم جيشنارين بيوتي اللي كل التعليقات يمقلضت بالانجليزي ومكتوب عليها جيشناره ونفس الشي طبعا بالنسبة بيسان اسماعيل فبيسان اسماعيل هم لغة الكلام البل انجليزي وكل الكومنتات على المقطع شامكتوبة بالانجليزي يريدون وجمدون المشاهدات على المقطع فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وهل يستحقون هذا التهجم او لا الخبر الرابع اللي عدنا عن ابو فلا وفضيحته وشراء المشتركين فابو فلا نزع على حسابه بالانستجرام شوية استوريات ويقول بها انه هو انفضاح فواحد من المقطع اللي نزلها فهذه المقطع كان اكون لقطة من اللقطات كان تبين انه هو باحث بجوجل كيف يشتري مشتركين شدت تقاني يا حبايب السبب اللي خلاه يبحث عنه يجيشي بجوجل اعطوكم هذه الاستوريات عنا متفتهمون اكثر لا فضيحة ابو فلا فضيحة رأيي في مقطع رأيي الناس عني ما شاء الله جاب مليون فاصل سبعة في المقطع يا جماعة في الصفحات اللي فوق كان موجود صفحة مكتوب عليها كيف شراء المتابعين باليوتيوب ما فضيحة يا جماعة اوخ يا جماعة 11 مليون و 900 ألف بصهم بوتات استغروا اذا تابوني انزل المقطع كيف تشترون مشتركين علموني الخبر الخامس اللي عدنا ان المتابعين وكشفهم الحقيقة اصابة بدر طبعا مثل ما تعرفون بالمقطع اللي نزلت انو اصابة بدر خافين اسم انس واصالة وحطيهم بالكلمات المحظورة عمود ما يطلعهم بعض بالتعليقات وحالهم حطوا اسم احمد حسن وزينب خانة الكلمات المحظورة علمود ما يطلع اسمهم بالتعليقات اللي عادهم وشنو توقعون السبب يا حبايب هذي العداوة مع اصابة بدر ويقنوات العالية وطبعا المعلومة بس اصابة بدر حفت كل الفيديوهات اللي كانت تجمعهم يا انس واصالة طبعا بالنسبة للدليل ندخل على الاخر مقطع نزل وننزل بيقى التعليقات ونكتب كلمة احمد حسن وزينب بعد ما نكتب الاسم نروح لكلمة الاحدث اولا عمود نحفظ تعليق وتعليق الاشخاص القوياية فمحفظناهم زين رح نغير الاساب عم ونشوف هل التعليق لا يطلع للناس او لا بعد مغير الاساب وننزل بيقى التعليقات وروح لكلمة الاحدث اولا رح نشوف ان التعليق مظهر وانما التعليق اول اشخاص الثانيين ظاهر فمكتبون احبابي لكم انتشاركم هذا الخبر وشاركم حركة اصابة بدر وبس والله نحصل لنهاية المقطع تمام المقطع جاوكم نسحوطونا لايك بشتركوا بالقناة تشاركوا بالقناة وفيزي ما قمت من القصص وبس مع السلامة